دعا رجل دين العراقي مقتدى الصدر إلى حملة لنزع السلاح في جميع أنحاء العراق وأعلن أن معقله في بغداد سيكون أولى منطقة تصبح منزوعة السلاح تصريحات الصدر تأتي بعد يومين فقط من انفجار مخزن الذخيرة أدى إلى سقوط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح في منطقة سكنية مكتدة وسط مدينة الصدر أهم معاقل التيار الصدري إلا أنه أكد ضرورة أن تشمل الحملة جميع الجماعات المسلحة ولا تقتصر على أتباعه فقط دعوة نزع سلاح مدينة الصدر شرقية بغداد كانت مفاجأة غير متوقعة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره وخصومه لأنها تعني إنهاء أو على الأقل تقليص نفوذ سرايا السلام التابعة له داخل العاصمة العراقية هذه المبادرة تشبه إلى حد بعيد قرار تجميد جيش المهدي التي أصدرها الصدر عام 2010 بالتأكيد سوف تكون هناك تعارضات سوف تكون هناك اعتراضات ربما من بعض المكونات من بعض التي تمتلك أذرع مسلحة وبالتالي تمتلك سلاحة وبالتالي أنا أتحدث عن ستراتيجية هذا ما أقول لها حينما تكون لدينا ستراتيجية نستطيع الوصول إلى تفاهم وإلى وضع حقيقي في عملية سحب السلاح من داخل المدين دعوة الصدر صدرت بعد يومين من انفجار كبير طال مدينة الصدر ونجم عن انفجار مواد محلية شديدة الانفجار كانت مخزونة في أحد المساجد أودى بحياتي عشرين مدنيا وأصاب أكثر من ثمانين آخرين بجروح بليغة وحول المكان إلى خراب عاصمة لا تتحمل وجود جماعات مسلحة وأكداس للععتدة في هذه المنطقة المكتظة بالسكان كانت في مدينة الصدر أو في المناطق السكانية الأخرى نشدد على ضرورة إخلاء كافة الجهات العسكرية والغير عسكرية الشبه عسكرية مقراتها وأكداس اعتدتها من العاصمة بغداد لكن الصدر اشترط بشكل واضح أن لا تكون عملية نزع السلاح استهدافا لأنصاره دون غيرهم من الفصائل المسلحة التي تنتمي للحجد الشعبي والتي يصفها الصدر علانية بالميليشيات الوقحة الأوساط السياسية والشعبية تلقت دعوة الصدر بارتياح كبير لأن نزع السلاح سيطال كل الفصائل المسلحة وسيعيد السلاح بيد أجهزة الأمن دون غيرها لكنه أثار امتعاضا كبيرا بين أوساط الفصائل المسلحة التي تمتلك سلاحا خفيفا ومتوسطا وثقيلا يساوي نصف ما تمتلكه وزارة الدفاع العراقية طارق ماهر التلفزيون العربي بغداد ينضم إلينا من بغداد رئيس المركز الجمهوري لدراسات الأمنية دكتور معتز محيدين هل هي بادرة حسينية كما قال الصدر في بيانه أم أنه فعليا يقطع الطريق على خصومه ويحاول أن يبعد استهدافه بشكل منفرد لا طبعا بادرة مهمة جدا للفصيل الذي كان يضع هذه الأسلحة في المدينة يعود إلى تركيب الدينية وتركيب العسكرية دلالة كبيرة جدا على اهتمام السيد المغتز الصدر بنزع السلاح من هذه المناطق السكنية ووضعها أيضا في مناطق آمنة أو تسليمها للقوات العسكرية ولكن في رأيي الحقيقة هذا الموضوع تردد أكثر من مرة حتى سيد رئيس الوزراء أحد العبادي كرره أكثر من مناسبة ودعا إلى أن تبقى المناطق في بغداد منزوعة السلاح كمناطق العظمية أو الكرادة ومدينة الصدر وغيرها ولكن لم ينفذ على أرض الواقع لأن يحتاج إلى آليات كثيرة جدا وتعاون أيضا من حركات السياسية التي لها بعض طويل جدا في تجميع الأسلحة ولكن كما ذكرت هناك كان محاولات سابقة حتى في العام الماضي كان هناك محاولات لنزع سلاح الميليشيات العشائر في البصرة مثلا وهناك أنواع مختلفة من السلاح في العراق لكل نوع من السلاح له مشاكله وتعقداته لكن هل المدخل يكون قانونيا أم يكون سياسيا فعليا بأن يجلس الأطراف العراقيون ويرون كيف يمكن نزع السلاح بشكل توافقي إن كان يمكن توافق على ذلك أليس كذلك؟ من المفروض جدا سيدتي أن يكون القانون هو الذي يحمي هذا المشروع لأن هناك قانون قد صدر قبل سنتين مثل نواب بحصر السلاح قانون حمل وحيا السلاح ولكن لم يطبق على أرض الواقع لأن هناك ضعف في الأداء الموجود لجائزة الأمنية خاصة وزاعة الداخلية لمتابعة الأمر لها مسؤولة عن هذا القانون وهناك أيضا كما ذكرت مشاريع سابقة ولكن لم تطبق كما ذكرت هناك استباحة للعشائر في الجنوب في البصة في العمارة ومشاكل كثيرة تحدث بينهم باستعمال أسلحة حربية وأسلحة هجومية حتى غير مصرح لها أجب أن تكون تسلم للولايات الدفاع وزاعة الداخلية ولكن يبدو أن الأجهزة الأمنية غاض النظر على هذا الموضوع من فترة طويلة وهذا ما حدث من كوارث كثيرة جدا وهذا الانفجار وليس الأول كما تعرفين هناك انفجار حدث في أيلون 2016 صحيح ولكن دكتور معتاز محيدين هنا يبدو تركيز يبدو تركيز هنا على السلاح الذي يمكن فعليا ضبطه بالقانون أو بتطبيق الأليات القانونية ولكن هناك عجز من وزارة الداخلية ولكن إذا ما تطرقنا إلى السلاح الأكثر تعقيدا وهو السلاح الذي في يد الميليشيات وهي أيضا حاكمة الآن أو جزء من الحاكمة في العراق هل يمكن مثلا أن يجلس العامري على طاولة يناقش فيها سلاح الحجد الشعبي أو غيره من الأطراف الذين يملكون ميليشيات باتت بشكل ما مقبولة ومعترف بها أو جزء من تركيبة النظام الأمني بعض الأطراف السياسية رحبت بهذه الخطوة ولكن أعتقد الترحيب لا يكفي على هذه المبادرة يجب أن تكون هيئة عليا تشكل من قبل وزارات أمنية تشرف على أو تضع خطوط عامة لشراف على ما يسمى بحصر السلاح وهذا هو يجب أن يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج أيضا إلى مساعدة من قبل هذه الأحزاب التي تملك أسلحة كثيرة جدا ولتزال تضعها حتى في البيوت وكذلك في أماكن العبادة وهي أيضا غير مؤمنة في موضوع تحدث بها انفجارات أو خروقات وغيرها وهذا هو ما يشعر بالمواطن من فوقان الأمن أحيانا من وجود مسلحين يظهرون فجأة في المناطق السكنية ويمتلكون هذه الأسلحة التي يجب أن تسلم للأجهزة الأمنية والأجهزة الدفاعية ولكن كما ذكرت هذه الخطوات يحتاج إلى تفعيل قانون صارم يحتاج إلى إدارة وقوة تشف عليها الدولة العراقية رغم هي حالية للحكومة لا تمشي الأعمال في الوقت الحاضر والبرلمان لحد الآن لم يستلم مقاليدا رسمية وهذه جاءت الدعوة ضمن هذه المناخ الذي لم يرسم خطوط عامة لإدارة حصر السلاح وتنفيذ هذا القرار عرض الواقع إذن نحتاج إلى فترة زمنية تنضج هذا القرار عرض الواقع وكذلك مساهمة جدية من قبل الحكومة والأطراف العسكرية في حصر السلاح ونزعة من الميليشيات وكذلك من العشائر التي تستعمل الأسلحة بكثافة في الأنبار أو في الجنوب أو في الوسط شكرا جزيلا لك دكتور معتاز محيدين رئيس المركز الجمهوري شكرا جزيلا لك